موسيقى 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 دعني أفكّ في باردايم آخر يمكن مرة أقول لكم طرفة لطيفة جداً وتذكر فعلاً في هذه الدراسات تحدث عن الأطر وعن الصندوق وعن الــــ ... وعن الــ جميلة جداً جداً تقول أن هناك رجل بسيط مُزارع فقير كل يوم ينتخل من بلدة إلى بلدة أخرى لكن البلدة هي تتبع دولة وتتبع دولة المجاورة فيه طبعاً إيه؟ الجمارك حشيعته جمرك هو لأ كان كل يوم يدخل معه رزمة برسيم كبيرة تعرفوا البرسيم على فمالع حشائش فقط آه فيه شيء ثاني يحطه يفحصه يكون مخبّ شغلة ما فيه عنده مصرق قديم وحط عليه برسيم وكل يوم طالع نازل طالع نازل طالع بعد فترة اغتنى بانت عليه أمرت الغنى يا الرجل وبنى عمارة وصار عنده سيارة ما هي القصة من أي لك قال من تجارتي قال أي تجارة؟ البرسيم لا يأتي بهك قال ما هي البرسيم؟ تجارة المتسكلات هو كل يوم يدخل متسكل متسكل وعليه برسيم رأي أنت الضابط هذا الأوفيسر تبع الجمارك البردان يمتبعوا محدود في البضاعة البضاعة التي يحملها هل متسكل الخربان هذا ما خطر على باله مرة أنه يكون كل ما تسكل هذا نفسه المدوسايكل يعني أنه هو نفسه البضاعة شوف تخيل هذا الرجل الذكي فكر بهذه الطريقة وقدر يضرب ضربته عبقري هذا كذلك العبقرية فكر دائما خارج البردان طب تقوله كيف لا 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 كن حرا فقط لو كنت حرا ستفعل تلقائيا قبل أيام جرى بيني وبين بنتي نقاش هي تدرس السيكولوجي فحدثنا عن الموهوبين قلت لها شوفي بابا أنا لا أخاف على أي واحد موهوب الموهوب عطية الله هكذا سبحان الله وهذا تصبح عبقري في الأخير وهذا قلها قليل جدا هذا لا خوف عليه لأنه يتسم بإصرار وبعناد لا لأجل العناد ولا لأجل الخروج على سواء الصراط لا لأجل تحدي المجتمع إزعاج المجتمع طبيعاته كموهوب كعبقري تفعل هذا ولذلك لا خوف عليه في النهاية هو سيبلغ ويحقق علم الله فيه هل تعرف بابا؟ اليوم البروفيسور قلت نفس الكلام قال لنا الموهوبون الموهوبون لا يعنيكم من أمرهم يعني شيء الكثير هم سيحققون ذواتهم بطريقة أو بأخرى بطريقة هل كنت أنا موهوبا؟ وربما قتلوا موهبتي في المهد لكن بأسليب خارجي عن المعتاد أسليب الاضطهاد حقيقية ممكن طبعا كان هناك المطاف حتى العبقر كان يقتل كما قتل لفوزي يعني يشنق يخسر رأسه أصلا ممكن هم يخسروا رأس الموهبتك بطريقة أو أخرى في الصغار شيء فظيع فعلينا أيها الإخوة أن نوكر الحرية أن نعيد للحرية توقيرها أن نكون أحرارا لنكون ماذا؟ أصلا أصلا في عواطفنا لا يهولنا كثرة من يخالفنا أيها الإخوة وقلت أو يوحشنا قلت من يوافقنا أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم مزيد الهداية والتوفيق أقول قولي هذا وأستغل